السلام عليكم وما طلال وبركاته كيف حالكم ؟ كيف يكون بخير على خير ؟ الحمد لله أختي أم آدم كنت يقول لي في الكومنتير بأن الزوج ديالك عنده ضعف الانتصاب وأنا قلت لك غدا إن شاء الله الحمار رحيم سوف نعطيك الوصفة وهنا أحبيبا ديالك نصور لك الوصفة ديالك أول حاجة يقول لك يا حبيبتي الغالية أن ضعف الانتصاب عنده واحدة الرسالة يقول لك بأن الدم لا يمشي في هذا العضو أختي الغالية ما يكون الزوج تعاني من ضعف الانتصاب هذا معنيتها بأن إما عنده هرمون الدكورة تكون نازل ولا يكون عنده تضخم في البروستات ولا يكون عنده مشكل في الدورة الدموية أن هذه الشعيرات الدموية تتكون بحالة نقول لك مسدودة تتكون يعني ما كيدوش فيها الدم بواحد ثلاثة ونجم تلك اليوم أكثر مكون وأرفع مكون وأقوى مكون على وجه الأرض مكون طبيعي تحل هذه المشكلة المكون أختي الغالية هو هذا هذا تمر ديال الدم وعنده واحد الاسم آخر اللي هو حب الغاز حب الغاز ولا تمر الدم هذه حبيبة ديالة غير فاكيهة فاكيهة ديال واحدة شجرة تتكون قصورة وهذا الشجرة تقول لها الدم بدك الخيوطة ديالك الدوم كيصيبوا دك السليلات وتيصيبوا وهذا الشيء وهذا لدينا القطرة في المغرب لدينا هذا الفروي هذا لدينا هذه الفاكيهة كثيرة موجودة موجودة هذه الفاكيهة يا أختي الغالية صديقة القلب والشراهين ضق degli بداح تتصرحه الدورة الدموية ممتازة وكتحيد قاع الشوائب من العرق تتحيد ذلك وهذا فاكيهه تحيد الدهون السلطة كتتصرح العرقها كتصرح الشرايين صديقة القلب والشرايين صديقة الدورة الدموية السليمة وغير جدا ستحناها لدينا انا شاريها همسية و كمية كبيرة في الكنجيلاتر هذا ليس الوقت و لاني موجودة في السوق تتبع حبيبتي و التمانة ليس غالي فتبحتها متحونة ها هي متحونة نوريك دائرة من الداخل هذا غيم عقل حدا تجيب الله تتسير تترح له كل شيء تعطيه وحن قوة ما عندي ما يقول لك خيره بزاق وعد ها حبيبتي شوفي شكلها من الداخل بحال دبا مثلا هاد الخنيشة هادي حبيبتي يالي تديله شهر تقريبا شهر هانتي هاده هو المكوين و هاده المكوين هاده المكوين الحبيبتي يالي اللي هو تمر الدوم هاده غي سرح له العروق و غي ينشط له الدورة الدموية و غي يخفف له الدم و صديق القلب و شرايين زوين ممتاز لهاد الحالة ديال الزوج ديالك ممتاز بزاف وعد بزاف وعد حبيبتي يالي و انا اعطيته بزاف للناس في العائلة و انا النيس كنت نشربه هذا لانه هو صديق القلب و الشرايين و كي يعالج البروستات و كي تعالج البروستات و قاعدوك شرايين رقيقة كلها كي يصرحها بسم الله ماشاء الله و كيصلح تدوالي هذا كيصلح تدوالي من ارفع ما يكون و اقوى ما يكون في هاد المجال كيدوب الدهون من الجسم كيشربوه الرجال و النساء رجال و النساء ممتاز للرجال و ممتاز كذلك النساء و يكون كل واحد غليق و يشربوه معيقة كل صبح مدة 15 يوم حتى العشرين يوم بالاكتر حتى الشهر هادك السمنة تمشي تضعفوه هادك السمنة تمشي و الدهون المتراكيمة و الدهون التولاتية و كل السرور الضار كل شيح ببديالي هادك كل السرور الضار يمشي هذا المكون اذا كان مثلا الاجئة ان المحيط في البطن بفضل كبير و الدهون على المحيط و يشربة غير معيقة اذا كان المحيط على البطن يتمشي لان مدد في البطن تطلع له هرمون الانوته و ينزل هرمون الذكوره و بالتالي يجعل ضعف الإنتصاب هذا المكون من اهم المكونات الطبيعية على وجه الارض وما كنت كنت شربوها نحبي بادياني حسيت بنشاط الدورة الدموية وفعلا نقص في الوزن قاعدك الدهون ستمشي بسم الله ما شاء الله ولا قوتها إلا بالله إذا نعليك بهذا كمكون طبيعي معي قافدة في الصبح معي قافدة شرب مع الماء شرب مع الماء أختي الغالية إذا كنت قدر بسم الله بسم الله حبيبتي الغالية مضقت الطبيعية للرزوين هو على شكل فاكهة إذا لم يكن مطحون حبيبتي يأخذ غير حال هكذا يقول بسم الله بحال مضاق ديال التمر و قلت لك أنا أحبيبا ديالي هانت الحجم ديالو كي يكون هو كيشبه نبق ولا الزفزوف ولا اني هو ماشي نبق ماشي زفزوف هو تمر الدوم سوف أحبيبا ديالي المكون ثانية تراه المكون ثاني هذا هو هذا الحريقة ديالو Vikings يبس مثل قريث وهكذا الحريقة الحرشة هذه الحريقة الحرشة انا جمعتها حبيبها ويبسها وطحنتها يضرغي معلقة صغيرة مع الماء يشد كاز ويقب الماء حلقة صافي ويحرك هذا مكونا ثاني الماء عادي ليس ضروري عادي ويجعلها تبلغ قليلا ويشرمها صافي حبيبها معلقة صغيرة في الصبح ومعلقة صغيرة في الليل صافي معلقة صغيرة في الصبح ومعلقة صغيرة في الليل وهذا مصباح يبسي لها تطلع هرمون الدكورة وكتبه ويقومون عند الرجال ويقومون ويجعل تطلع الوصفة بلطانسيو ويقومون بلطانسيو كبار ويقومون ويقومون نضيف نسبة السكر في الدم نضيف الوصفة الثالثة القرنفل معلقة كبيرة معلقة صغيرة نضيف نصف معلقة صغيرة تشدي قرعة الماء وكبتها هنا بسم الله صافي تشديها هنا نضيفها بحالها ببديالي صافي هذا الماء سوف تشربه نضيفه جوجي طرو سوف تشربها في نهار تكملها في نهار هذه جوجي طرو سوف تعاونكم الكثير هذه جوجي طرو أختي تكملها في نهار والزوج سوف تدري جوجي طرو واحدة اخرى تفهم ابتداء من اليوم العاشر حبسي جميع الوصفات جميع الوصفات كنت أعطيك حبسيهم حتى الوصفات المرد الدوج والحلباق وحبة حلوة حبسيهم لأن هذه الوصفة منشطة جدا للمبايض منشطة جدا للرحم هذه الوصفة تصيب لك البلاصة التي يعيش فيها الجنين تنظفها من التيابات تنظفها من الشوائم مفيدة جدا لصنطيف الرحم ومفيدة جدا لالتهابات الرحم ممتازة للزوجين لك والزوج ديالك تقويلوا الحيوانات الملوية وتعطيهم واحدة حركية كبيرة واحدة القوة وضغيط يخصبوا البويضة وتسرع للحمل وتحييض الالتهابات لك وليه وتكبر لك البويضات وتنشطهم يقدروا يجدوا عندك تحتاج بويضات في واقص واحد يعني تقدروا بهذه الوصفة تحملي بالتوأم قوية جدا لحدوث الحمل فأمتيني وما تحتاجه تشي حاجة فراء يختاروا حدام هذه الوصفات ترى هزوينة هذا خلاص هذا ممتاز وتبثل الفعالية دياله والجدارة دياله في حدوث الحمل في أقرب وقت ممكن بمهم حبيبية ديالي هذه الثلاثة الوصفات التي أعطيتك من أقوى وأنفع وأروع الوصفات في هذا المجال انتظري مني واحد فيديو آخر ان شاء الله بالنسبة إذا كان الحيوانات المانوية قليلة وضعيفة وحركية ديالها قليلة سترجع بحول الله بهذه الوصفات التي ستعطيك سترجع بحيوانات المانوية قوية سريعة وأصلا ضغياء كي حدث التخصير ديال البويضة ان شاء الله هزو الوصفات في القريب العاجل انتظري مني هذا الفيديو وان شاء الله لرزقك بالدرية الصالحة اتمنى لك حبيبة ديالي الحمل السريع ان شاء الله بحول الله والشفاء ديال الزوج ديالك وان شاء الله الحمار رحمة ربي رزقكم بالدرية الصالحة يا ربي امين تكون قرة تعيين لكم والأسرة كاملة انتي وجميع الأخوات التي يرغبنا في الإنجاب ان شاء الله يفرحكم كاملين يا ربي اتمنى لكم صحيحة ورحة للبان من قليل يقول لكم خليلكم الراحة والسلام عليكم اشتركوا في القناة